اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يعد مناسبة للتحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب والمزماء تنظيمه في مياه المقبل وإعداد أرضية تأطيرية تطور النقاش وتطرح التساؤلات الراهنة داخلها يكيد الحزب هو اجتماع عادي للجنة المركزية بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدناه من أجل تأكيد حضور حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية وأجلنا هذا اللقاء إلى هذا اليوم من أجل منقشة القضايا المرتبطة بتحضير المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية وسنعطي اليوم عاملين انطلاقة التحضير لهذا المؤتمر الذي نعتزم أن نعقده في منتصف شهر ماي المقبل أي بعد مضي أربع سنوات على المؤتمر الوطني التاسع كما متل هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على استمرار حزب التقدم والاشتراكية في الدفاع عن مشروعه السياسي التقدمي والنضاء لتحقيق قيمه التاريخية المتمثلة في العدلة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية